التطورات بالميدان والتطورات على المستوى السياسي ملفتة تحتاج أن نتوقف عده حسن الرسائل بالمسايرات وبالصواريخ صار لها فترة على قدم وثاق لكن الآن القصة بقصة تسريب الوثاق للضربة الإسرائيلية لإيران هذه أيضا بها رسائل هناك من يتهم أمريكا بتسريب هذه الوثاق لغرض كسب منها موقف هناك من يقول أن أمريكا تريد أن تضغط على إسرائيل حتى تؤجل الضربة لما بعد الانتخابات الأمريكية بالإضافة إلى الميدان هناك رسائل مربكة بالمشهد السياسي من يحتاج تفسيرها؟ سؤال ذكي جدا أستاذ نجم هذه الوثاقة التي ظهرت من وجهة نظري هو قد يكون جزء من الإحراج لحكومة نتنياهو وأيضا جزء من عمليات التحذير إلى إيران على اعتبار أن إسرائيل تمردت بكثير من المواقف بكثير من الردود والهجمات حتى على الرأي والنصح الأمريكي ومن ثم تسريب مثل هكذا وثاقنا أعتقد ستكون ضاغطة على حكومة نتنياهو أولا فيما يرتبط بإعادة الأولويات خصوصا وأن هذه الوثائق حددت بعض الأهداف وبالتالي هذا سيدفع الجيش الإسرائيلي إلى إعادة التقييم أو إعادة اختيار أهداف جديدة ومن ثم أتفق مع ما طرحته حضرتك أستاذ نجم من أن يكون الهدف هو تأخير الضربة الإسرائيلية لما بعد الانتخابات الأمريكية لأن ضربة إسرائيلية بهذا المستوى يعني سواء على مستوى الوثائق أو حتى على مستوى ما تخطط له إسرائيل أنا أعتقد أنه قد يدفع باتجاه حرب شاملة نعم الآن نتحدث عن جغرافية أو نتحدث عن مفهوم جديد وهو حرب الجغرافيات المتتالية يعني بدأت بغزة جنوب لبنان أيضا اليمن الحوثيين وقد نشهد العراق وحتى سوريا لكن ضربة بهذا المستوى بعيدا عن القرار الأمريكي أنا أعتقد أنها قد تدفع إلى استفزاز إيراني يعني أن تستفز إيران ومن ثم تستخدم أسلحة غير تقليدية وبالتالي هنا تكون واشنطن مضطرة للانغماس بشكل مباشر بهذه الحرب وهذا ما يدفع إليه نتنياهو موسيقى